موسيقى نشرة منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار نبدأها بالعنوين شورى مجاهدي درنا يعلن الجهاد ضد ما يعرف بتنظيم الدولة عقب مقتل سالم دربي وآهال درنا يتظاهرون مطالبين تنظيم الدولة بالخروج من المدينة موسيقى مجلس مصرات العسكري يرفع حالة تاهو بالقصوى ويدعو جميع قادة الكتائب لاجتماع طار الفرقاء الليبيون يلتقون لأول مرة بشكل مباشر في اجتماعات برلين ووزير الخارجية الألماني يؤكد أن المسودة الرابعة قد تكون الفرصة الأخيرة لتجنيب ليبيا مخاطر التفكك موسيقى أهلا بكم أكد مصدر فضل عدم الكشف عن هويته مقتل قائد كاتبة شهداء أبو سليم سالم دربي متأثرا بجراحه جراء مواجهات يوم الثلاثة مع ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في درنا أضف المصدر نفسه أن دربي كان قد أصيب برصاصة في رأسه نقل على إثرها إلى مستشفى التميمي شرق مدينة درنا قبل أن يفارق الحياة صباح الأربعاء كان مصدر من داخل مجلس شورى مجاهدي درنا قد أكد أن سبعة عناصر من مسلحي تنظيم الدولة قضوا من بينهم قياديان في اشتباكات اندلعت بين التنظيم ومجلس مجاهدي درنا على خلفية اغتيال القياد في مجلس شورى المجاهدي ناصر العكر وأحد مرافقيه فرج الحوتي هذا وقد نعت رئاسة المؤتمر الوطني العام مقتل القائد الميداني بمجلس شورى مجاهدي درنا سالم دربي وقد أثر مقتل قائد كثيرة شهداء بسليم سالم دربي في ردود فعل عدة تضمنت دعوة إلى التآزر والتلاحم لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة التقرير الآتي يستعرض بعض هذه الردود قد تتالت ردود الفعل تجاه مقتل قائد كثيرة شهداء بسليم سالم دربي المؤتمر الوطني العام نعى في بيان له مقتل دربي معربا عن حزنه لفقدان أحد قادة ثوار درنا وصفا دربي بأنه كان قائدا في الحرب والسلم وله دور كبير لا ينسى إبان الثورة القائد الأعلى للجيش الليبي دعى الشعب الليبي وثوار درنا على وجه الخصوص إلى التآزر والتلاحم لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية رابطة أهالي شهداء مذبحة أبو سليم التي كان سالم دربي عضوا فيها نعت بدورها دربي مؤكدة في بيان لها أن الفقيد كان له الأثر الطيب في متابعة أحوال أسر شهداء مذبحة سجن أبو سليم مشيرة في الوقت ذاته إلى أن دربي سعم في تحرير بنغازي والتصدي لرتل القذافي عام 2011 إلى ذلك نعت دار الإفتاء قائد كتيبة الشهداء أبو سليم سالم دربي وقدمت تعزيها لأهالي مدينة درنا ودعت دار الإفتاء في بيان لها أهالي المدينة وما حولها من القبائل إلى الوقوف صفا واحدا ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية الذي أساء إلى الإسلام حسب نص البيان وطلبت دار الإفتاء الشباب بأن لا يغتروا بشعارات هذا التنظيم ودعتهم إلى عدم السماح له بتدمير ليبيا كما دمر بلادا أخرى وفي سيق آخر أعلن مجلس الشورى مجاهدي درنا وضواحيها في بيان له الجهاد ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية حسب ما جاء في نص بيانه ودعى مجلس الشورى كل مواطني المدينة للإصطفاف معهم لدفع أي عدو وأن لا يستجيبوا لنداءات الفتنة بدعوى محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة يشار إلى أن درنا تشهد توترا أمنيا وتوقفا تاما للحركة وإغلاقا للمحلات التجارية منذ مساء الثلاثاء وقد أكد مصدر من مجلس شورى مجاهدي درنا فضل عدم الكشف عن هويته أكد سيطرة قوات المجلس على تمركز كورفا زواغ التابع لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بمحور عينمار الغربي وضف المصدر أن قوات المجلس تمكنت من الاستلاء على جميع الآليات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي كانت بحوزة التنظيم في المكان الذي تمت السيطرة عليه من جهة ثانية قامت طائرة حربية باستهداف موقع يتمركز فيه قوات تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة وسط المدينة وفي السياق نفسه قال مصدر إعلامي من داخل درنا أن المدينة تشهد هدوءا حذرا بعد اشتباكات ليلة الثلاثاء بين مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية المزيد في سياق التقرير الآتي أين حكم الله في تفجيرات القبة التي قتلت عشرات المسلمين عليه ندعو أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية إلى التوبة إلى الله هكذا ورد تحذير مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها لمن وصفوهم بغلات التكفير فيما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بعد استهداف التنظيم قياديين بشورى المجاهدين وقد قال مصدر من داخل مدينة درنا إن مسلحين قاموا بإطلاق النار على القيادين ناصر العكر وفرج الحوتي وأضاف المصدر أن المجلس رد على ذلك باستهدافه اثنين من عناصر التنظيم وهما أنيس بطاو وحسام براشد تطور الأمر واندلعت اشتباكات بالمدينة قتل على إثرها قياديين آخران من مجلس الشورى هما محمد العدل وسالم دربي وتسعة أشخاص تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية المصدر نفسه أكد أن الاجتباكات أدت إلى توقف تام للحركة وإغلاق المحلات التجارية بالمدينة وأن المجلس سيطر على كامل منافذ المدينة ومعظم البوابات الأمنية التي كان يسيطر عليها أفراد تنظيم الدولة مجلس شورى مجهدي درنة دعا كل مواطني المدينة لعدم الاستجابة إلى نداءات الفتنة والاستفاف معهم في مواجهة أي عدو هذا وقد شيع أهالي مدينة درنة جثمان القيادين بمجلس شورى مجهدي درنة وضواحيها ناصر العكر وفرج الحوتي بباحة مسجد الصحابة هذا وخرج عدد من أهالي مدينة درنة مطالبين ما يعرف بتنظيم الدولة بمغادرة المدينة وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لعدد من الشباب داخل أحياء درنة وهم يهتفون ضد تنظيم الدولة وقد أظهر الفيديو تعمد عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة إطلاق الرصاص في اتجاه المتظاهرين أذا ولم يتضح حتى الآن إن كانت هناك خسائر بشرية عقب المظاهرة في بنغازي أكد عضو لجنة التواصل الاجتماعي بمجلس شورى ثوار بنغازي الزروق الكيلاني أن قوات حفتر قصفت الأربعاء بشكل مكثف بالأسلحة الثقيلة عدة مواقع في مناطق الهواري والصابر والليثي وضف الكيلاني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الطيران التابعة لقوات حفتر استهدف مواقع بمنطقة الليثي دون وقوع خسائر بشرية وأوضح الكيلاني أن قوات حفتر تعتمد فقط على استخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي نظرا لعجزها عن إحراز تقدم في مختلف المحاور ومحاولة السيطرة على المدينة منذ عام تقريبا حسب قوله وأكد الكيلاني أن قوات شورى الثوار ما زالت تحافظ على المناطق التي تسيطر عليها ونقاط تمركزها في المدينة هذا وأعلن مجلس شورى ثوار بنغازي أن معركتهم في بنغازي هي ضد حفتر وميليشياته حسب وصفهم وأنه لا علاقة لهم بأي عمليات خارج بنغازي وذكر المجلس في بيان الله أن هناك رسائل تصلهم من بعض القيادات في صفوف حفتر لوقف إطلاق النار ونوه البيان إلى أن هناك قلة قليلة تسعى لزرع الفتنة وتأليب أهل مصرات ضد مجلس الشورى بحجج واهية لا تمت للحقيقة بصلة مؤكدين تواصلهم مع حكماء المدينة لإيقاف ذلك حسب ما ورد في نص البيان قالت مسؤولة الإعلام بالهيئة الليبية للإغاثة جليل الدريسي لقناة ليبيا لكل الأحرار إن عدد الأسر النازحة في بنغازي وضواحيها بلغ ثلاثة ألاف أسر حسب منظومة حصر النازحين التي أعدتها الهيئة وضفت دريسي أن الهيئة وبالتعاون مع البرنامج الغذائي العالمي تجهز لتوزيع السلات الرمضانية على الأسر النازحة في بنغازي وضواحيها وأشارت دريسي إلى أن الهيئة تجتمع أسبوعيا مع منظمات دولية معنية بشؤون النازحين أعلن مجلس مصرات العسكري رفع حالة التأهب القصوى لكتائب ثوار المدينة دعيا كافة قادة الكتائب للاجتماع الطارئ وبحث الأوضاع في مدينة سرط ونقلت صفحة رسمية للمجلس البلد مصرات تصريحات لرئيس المجلس العسكري في المدينة إبراهيم بن رجب قال فيها أن المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ ورئاسة الأركان لم يتواصل مع المجلس العسكري مصرات لمجابهة ما سماها بالتنظيمات الإرهابية في مدينة سرط دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تصاعد الجرائم واستهداف النقاط الأمنية التي يرتكبها ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط وابوغرين ومصراتة ومحيط مدينة درنة وعبرت اللجنة في بيان لها عن إدانتها لسيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة على مدينة سرط وضواحيها مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يعانيه الشعب الليبي وعبرت اللجنة عن إدانتها لموقف السلطات الليبية والمجتمع الدولي من سقوط مدينة سرط في أيدي ما يعرف بتنظيم الدولة داعية جميع الساسة إلى التعجيل بإنجاز مخرجات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة دوليا دعت كل من روسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية إلى اغتنام الفرصة للاجتماع بشكل عاجل تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل اتفاق سياسي وأحثت هذه الدول في اجتماع برلين الأطراف الليبية على التغلب على العقبات المتبقية في سبيل الاتفاق وإيجاد حل دائم وشامل للصراعات الحالية مؤكدين عزمهم وضع تدابير مناسبة تتخذ ضد من يهدد السلام أو الاستقرار في ليبيا وأبدت هذه الدول استعدادها لتقديم دعم كبير لحكومة الوفاق الوطني والمساهمة في الترتيبات الأمنية المواقة والدعم في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعمل بشأن الهجرة غير النظامية وأكد المبعوث الأممي برناردين اليون أن هناك عنصرين مهمين في محادثات برلين وهما لقاء الأطراف الليبية بشكل مباشر لأول مرة وكذلك الدعم الذي يوفره لها الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني مساء الأربعاء ببرلين أضاف اليون أن الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن يبعثون برسالة قوية لدعم العملية السياسية وعدم السماح لمن لا يريدون الحل في ليبيا بأن يعيقوا تحقيق السلام معربا عن الأمل في إكمال الاتفاق قبل رمضان أو في بدايته وأكد اليون أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق حان الوقت للوصول إلى اتفاق نحن نستطيع الاستمرار في العمل لأشهر ولسنوات وقد نصل بعدها إلى مسودة كاملة لكن نحن لا نمترك الوقت لذلك التحدي لا يكمن فقط في أنهم سيتفقون على المسودة لكن التحدي هو أن يتفق قريبا إذا أمكن قبل رمضان أو مع بدايته أثارت المسودة الرابعة للاتفاق السياسي في ليبيا التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم أثارت جملة من ردود الفعل الدولية تراوحت ما بين الترحيب ودعوة الأطراف إلى التوقيع أبرز ما تضمنته هذه الردود نستعرضه في سياق تقرير الآتي الخارجية الأمريكية رحبت بمسودة الاتفاق السياسي في ليبيا مؤكدة أنها تمثل نتيجة محادثات مكثفة بوساطة الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي مدير المكتب الأعلامي بالخارجية الأمريكية جيف راثكي وصف الوثيقة بالمتوازنة مشيرا إلى أنها تسمح بالتقدم بالحوار نحو الأمام وأن الشعب الليبي عبر بوضوح عن رغبته في السلام الخارجية الفرنسية دعت من جهتها الأطراف الليبية إلى التوقيع دون تأخير على الوثيقة وأكدت أن الشعب الليبي عرضة لتهديد خطير يتعلق بأمنه وسيادته وسلامة أراضيه وأن المجموعة الإرهابية بتتجد في ليبيا ملاذا آمنا وهو ما يدعو الليبيين إلى العمل بسرعة لتشكيل جبهة ضد الإرهاب يتذلك في وقت رحب فيه السفراء الأوروبيون المعتمدون في ليبيا بالوثيقة مؤكدين أنها تمثل محاولة لبلولة وجهات نظر ليبيا كما أنها توفر أفضل طريق للمضي إلى الأمام منتصف الليل ما زالت متواصلة وفيها بعد الفصل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تعلن وصول أكثر من مائة ألف مهاجر إلى السواحل الأوروبية منذ مطلع السنة الجارية عبر المتوسط شورى مجاهدي درنا يعلن الجهاد ضد ما يعرف بتنظيم الدولة عقب مقتل سالم دربي وأهالي درنا يتظاهرون مطالبين تنظيم الدولة بالخروج من المدينة مجلس مصرات العسكري يرفع حالة تاهب القصوى ويدعو جميع قادة الكتائب لاجتماع طار الفرقاء الليبيون يلتقون لأول مرة بشكل مباشر في اجتماعات برلين ووزير الخارجية الألماني يؤكد أن المسودة الرابعة قد تكون الفرصة الأخيرة لتجنيب ليبيا مخاطر التفكك أجمع وزراء دفاع دول مبادرة خمسة زائد خمسة في التاسع من الشهر الجاري بتونس على حتمية الحل السياسي للأزمة في ليبيا موقف يأتي بالتوازي مع المساعد دولية الرامية إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تقود ليبيا نحو الأمن والاستقرار التقرير الآتي يرصد مواقف بعض وزراء الدفاع الأعضاء الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا هذا ما خلص إليه وزراء دفاع دول مبادرة خمسة زائد خمسة دفاع في اجتماعهم بتونس وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني قال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن ليبيا تشهد نزاعات ذات طابعا سياسيا أو قبلي مما أدى إلى بروز نوع جديد من الإرهاب لم يعرفه العالم من قبل متجسدا فيما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية من جانبه قال وزير الدفاع الفرنسي جون أيف لودريان إن من يتصور أن الحل سيكون عسكريا في ليبيا فهو يخدم أهداف ما يعرف بتنظيم الدولة التي تتطلع إلى ذلك مشددا على دعم بلاده المطلق لجهود المبعوث الأممي في ليبيا برناردين اليون وزراء دفاع ضفتي المتوسط أكدوا في اجتماعهم الاستثنائي أن الحل السياسي في ليبيا سيمثل فوزا لكل الأطراف الليبية الموقف نفسه تدعو إليه دول عدة ومن خلال مسارات مختلفة قصد وقف الاقتتال الدائر في البلاد وإحلال الأمن عبر قنوات سياسية تجمع الأطراف المتنازعة واعتبر ناشط السياسي صلاح البكوش خلال برنامج العاشرة أن مطالبة الدول المشاركة في اجتماع مبادرة 5 زائد 5 الجانب الليبية بمكافحة الإرهاب والهجرة غير نظامية غير منطقية لأن أصل المشكلة ليس من ليبيا المطالبة الدولة الليبية أنهم يتفقوا ويشكلوا حكومة لحل مشكلة الإرهاب وحل مشكلة الهجرة غير شرعية أمر غير منطقي هذه الدول عليها لو قامت هذه الدول بعملها وأوقفت مواطنيها عن الدخول إلى ليبيا بغير تصريح والذهاب إلى أوروبا سوف تنحس الهجرة غير شرعية بما اعتبر الخبير الجيوستراتيجي غازي معلان مبادرة 5 زائد 5 لن تقدم الكثير لعدم وجود تعاون أمني حقيقي بين تلك الدول تبادل العسكري الآن بين هذه الدول هو شبه معدوم هذه الدول مفصولة عن بعضها بعد الدول الأوروبية الخمسة الأشجار الشمالية لدول شمال أفريقيا هي لديها منظومة تعاونية ولديها مؤسسات تعاون المغنية لكن كل الدول الجنوب التوسط لديها تعاون مستدام لكن أن يكون لها تعاون عسكري جذري عملي على الأرض هذا لم يسأله ولم يسأله عن القريب المنظور أكد المتحدث باسم الوفد المخول بالتفاوض مع الطوارج موسى ترسي دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين قبيلتي أتوب والطوارج حيز تنفيذ الفعلي منذ ليلة البارحة وأن المدينة لم تشهد إطلاقا للنار وفي السياق نفسه أكدت مصادر أعلمية في أوباري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المدينة شهدت الأربعاء إطلاق نار متقطع بالأسلحة الخفيفة دون اشتباكات مباشرة بين مسلحي التوب والطوارج وأكدت المصادر نفسها أن هناك حالة من التفاؤل بين الأهالي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار يوافق العاشر من يونيو الحالي اليوم الأول لتنفيذ وقف لإطلاق النار بين التوب والطوارج في مدينة أوباري وذلك عقب اشتباكات استمرت ثمانية أشهر بين الطرفين وأسفرت عن قتل وجرح إلى جانب نزوح عدد من سكان المدينة التقرير الآتي يلقي الضوء على آخر المستجدات الأوضاع في أوباري واتفاق الجانبين اتفاق وقف إطلاق النار بين قبيلتي التب والطوارج في أوباري حيزت تنفيذ الفعلي ليلة التاسع من يونيو الجاري وفق ما أكد المتحدث باسم الوفد المخول بالتفاوض مع الطوارج موسى ترسي ترسي أشار أيضا إلى أن الاتفاق يسري لمدة ثلاثين يوما ويتم خلال هذه الفترة إصدار وثيقة موحدة بين الجانبين من شأنها أن تحقق الاستقرار في المنطقة لكن مصادر إعلامية في أوباري أكدت سماع دوية إطلاق نار في اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق باستخدام الأسلحة الخفيفة دون اشتباكات مباشرة بين الجانبين اتفاق وقف إطلاق النار بين التب والطوارج نص على إخلاء جميع المقرات الحكومية وفتح الممرات بين المدن والقرى وخاصة طريق سبه أبارغات وتكلف لجان محايدة للإشراف على وقف إطلاق النار ونص أيضا على رفع الغطاء الاجتماعي عن من وصفهم بالإرهابيين والمتطرفين وكل من يخالف وقف إطلاق النار مع العمل على عودة المهجرين وتسليم المحتجزين ووقف الحملات الإعلامية بين التب والطوارج وتضمن الاتفاق تكليف لجان تقصي الحقائق حول الصراع بين القبيلتين وتقديم الدعم الأمني والمالي والاجتماعي لمعالجة الأزمة بالمنطقة نقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر نمني تونسي قوله إن عدد الوافدين القادمين من ليبيا عبر معبر ذهبوازن تضاعف خلال الأسبوع الماضي عشر مرات تقريبا حيث يتراوح عدد الوافدين يوميا ما بين ألف وخمسمائة وألفين مسافر في حين يسجل المعبر خلال الأيام العادية عبور ما بين مائة وخمسين ومائتي مسافر فقط أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وصول أكثر من مائة ألف مهاجر ولاجئ إلى السواحل الأوروبية منذ مطلع السنة الجارية عبر المتوسط وبحسب الناطق باسم المفوضية أدريان أدواردز فقد بلغ الرقم الإجمالي مائة وثلاثة آلاف شخص حتى نهاية الأسبوع الماضي مع وصول ستة آلاف مهاجر ولاجئ إلى جنوب إيطاليا وعشر أدواردز إلى أن من بين هؤلاء اللاجئين أطفال ونساء حوامل وقد أتى معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء إضافة إلى سوريا والعراق وضف إدواردز أنه ومنذ مطلع السنة فقد وصل أربعة وخمسون ألف شخص إلى إيطاليا من بينهم حوالى ألف وسبعمائة شخص قتلوا أو فقيدوا أثناء محاولتهم عبر المتوسط وقبل ختم هذه النشرة إليكم تذكيرا بعنوينها شورى مجاهدي درن يعلن الجهاد ضد ما يعرف بتنظيم الدولة عقب مقتل سالم ديربي وأهالي درن يتظاهرون مطالبين تنظيم الدولة بالخروج من المدينة مجلس مسرات العسكري يرفع حالة تاهو بالقصوى ويدعو جميع قادة الكتائب لاجتماع طارق الفرقاء الليبيون يلتقون لأول مرة بشكل مباشر في اجتماعات برلين ووزير الخارجية الألماني يؤكد أن المساودة الرابعة قد تكون الفرصة الأخيرة لتجنيب ليبيا مخاطر التفكك نهاية النشرة دمتم في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة